السلام عليكم مرحبا بيكم معي فيديを جديد اليوم ستشارك معكم طاجين اوه الا! ليست الطاجين لي هذين طيبوه الآن طاجين né شيرى جديد، هذين protected you will be given a method of faktiskt utiliser طريقة كيفيش انكم ستحافظوون لتجين ديالكم في المنزل ديالكم المدة طويلة وفنفس الوقت كيفاش انه يكون طيابك بالطيابه الغrü людям يكون لديد سر ديال لدى ديال الطاجين المغربي أه أول مرحلة غذين بدientras طاجين ديالنا غذين نوضعوه فواحد ال канале يكون عمر بال夢 بطبيعة الحالة الإناء باش مما كان طاجين كبير غادي تحتاجوا الإناء أكبر هنا كيف ما شفتوا معينا عندي طاجين صغير وغادي نديروا في هذا الإناء كيف ما شفتوا بهو والغطاية دياله ضروري تكون حتى الغطاية غادي تتوضعوها في هذا الماء كيف ما شفتوا هنا يارا هالطاجين باش ما يتشققش ليكم ما يمكنش أنكم كيتشريوا الطاجين طيب وفيه مباشرة كونوا متأكدين أنه مع المدة غادي تشقق ما يطولش هنا كيف ما شفتورك يتفاعل مع الماء يعني أنه محتاج أنه يتشرب مازال الماء غادي نغطي الطاجين دياله حتى يتغطى زي ما حتى تغطى نهائيا بالماء يعني ما يتبقاش تبن منه حتى بلاسة وباش مما كان الطاجين كيف ما quiet لكم كبير باش ما غادي تحتاجوا الإناء أكبر مهم ضروري أن الطاجين يتغطى حتى ما تبقاش تبن حتى بلاسة فيه كيف ما شفتوا راك يتفاعل مع الماء هنا الحاجة اللي غادي نقول لكم انه غادي بقى ليلى كاملة يعني ما يمكن لي نش انه نستعمله من نهر اللول يعني غادي نخليه ليلى كاملة في هذا الماء حتى اللي غادي نوريكم كيفاش النتيجة دياله من بعد ليلى كاملة كيف ما غادي تشوفوا معايا غادي تحصلوا على الطاجين في هات الشكل يعني كي دياله يعني يكون شرب بهذه الماء وبشكلوا غادي تشرب وحاد الكيميه من الماء hermanا ما غادي شيكون عندكم اشكال انه غادي اشقق المرحلة الثانية اللي غادي تشوفوا معايا في المرحلة الثانية في الطاجين هي المرحلة كيفاش انا نرجعه نخليه طاجين Dia لنا يكون الطياب اللي كان طيبي فيه يكون دياله هنا اول حاجة غادي ندير غادي نطلع عنا الطاجين دياله شي مشا باش نشف لان احنا يفصل الشتاء والطاجين غادي ياخد مودة طويلة باش ينشفلية المهم غادي نخليت قريبا واحد يا اما ليلة كاملة حتى هو حتى ينشفم زيان وغادي نحتاج المكوناي العجيبين اللي غادي يعطوني الطعم اللي ديد لهذا الطاجين اللي هي موازيت الزيتون والشحمة ديال البقري او للغنمي هاد الشحمة ديال البقري ولا الغنمي كتكون متوفرة عندنا في العيد الكبير ولا ممكن لكم انكم تاخدوها من عند اي قزار تقولوا لي يعطيكم واحد نسبة ديال الشحمة اللي غادي تدوبوها ويمكن لكم تستعملوها على الطاجين الا كنتو مزروبين بالطاجين يمكن لكم انكم تنشفوه غيبوا حل الكتانة اللي عندكم وتستعمله ولكن الى ما كنتوش مزروبين عليها هاتم كيف ما كنتشوفوا معايا انا خليشو نشوف ليلة كاملة اهنا درتوفوا واحد بالنهار في الشمش حتى نشوف شوية ومن بعد صفيها بالطوخ اللي يتوح الليلة كاملة لتلغط له وغادينا نستعمل له الشحمة ديال الغنمي او البقري وزيت الزيتون هاد طريقة كونوا متأكدين الى استعملتوها غادي يكون الطياب اللي تطيبوا في هاد الطاجين رائع والديد وغادي تشكروني عليها في الكمونتر انا متأكدة غادينا ناخد واحد الكمية ديال الشحمة ديال البقري او الغنمي غادينا نضيف لها زيت الزيتون كيف ما غادي تشوفوا معايا هاد الشحمة غادي نخلطها مع ذيك زيت الزيتون وغادي نلبس بها الطاجين ديالي كيف ما غادي تشوفوا الطريقة راه سهلة وبسيطة الصراحة ولكن الدور ديالها فعال والطعم ما نعودش ديكم كيف ما اكتبكم غادي لقالي كومنتر ديالكم الى جربتو الوفطا كونوا متأكدين مئة في المئة ان الطعم ديال الطاجين ديالكم غادي يكون لديد الناصحة اخرى اللي غادي نعطيكم اول طياب اللي غادي طيبوا في الطاجين ديالكم اي ماذا بحال مثلا اه دجاج اه دجاج كيعطي شوية زيته ورية يعني ما تطيبوش دجاج اول حاجة غادي طيبوا في الطاجين ديالكم اما تكون ديال ديال الكفتاء ديال غدمي ولا ديال البقري او لا اللحم المهم اي حاجة ديال ولا غاي خضيرة اللي كتكون زويلة اه بحال مثلا بطاطار أخي الزوء هادو كيعطيو كيعطيوه للطاجين يعني ما تستعملوش غير دجاج دجاج ولا الحوت ولا هدا حيث أول حاجة طيبة فيه ستشربها بطبيعة الحال هذه الطريقة التي استعملت أنا ستشرب بها الطاجين لكي لا تفعل الطاجين يمص الشحمة البقري والغنمي أي حاجة تطيبها ستكون طعمها ديد وكي تزيد وتكمل أول وجبة التي ستوجدها في هذا الطاجين تكون إما غنمي ولا بقري ولا الكفتة الغنمي هكذا باش تكون نتيجة مضمونة مئة في المئة ما تبدوش بالتجاج ما تبدوش بالحوت وذيك السعار من بعد طيبه فيه اللي بغيته من بعد ذيك المرحلة اللولى طيبه من بعد ذيك السعار اللي بغيته وكونوا متأكدين أنا الطاجين غايتدوم معكم مدة طويلة وغادي يكون أي حاجة طيبة بها غادي تكون لديدة كيف ماشتوا معايا ما كنساش لغطاية ديال الطاجين أني حتى هي نلبسها بدوك الدهون اللي بوجيت اللي هي الشحماء وزيت الزيتون لأنها حتى هي تسهل بعد المرات كنستعملوا الطاجين وكنتاول الغطاية لنسيت الغطاية حتى هي بعد المرات ضغيقة تشققوا ما غاديش ندوم معاك مدة طويلة هنا يا بهالطريقة راشتوها سهلة وبسيطة وكنضن أنها في موسى نويل الجميع وكنتمنى أنها صراحتنا لإعجاب ديركم وأنكم تجربوها هانتما أنا كيف ما قلت لكم المرحلة الأولى درناه في الماء ليلة كاملة المرحلة الثانية دهناه خليناه ينشف ضروري أنه ينشف المرحلة الثالثة لبسناه بهد الدهون لو ما تنسوش أنني أنا يدى ما مني غادي نخليه رغا نخلي ثاني ينشف غادي نوريكم النتيجة من بعد ما غادي نشف وغادي تلاحظوا أنه الفرق ديال الطاجين أعلى قبل وعلى المنبعد راه واحد الفرق اللي هو كبير بزار هانتما شو معايا الطاجين كان على هاد شكل مني شو مني نشف كي ولي على هاد شكل هنرى القاعد ديال الطاجين باقي ما كملش باقي ما نشفش غادي نخلي غادي نزيد الليه الدهون يعني إما إلا تسلت لكم شحمة ولمازال عندكم مهم يمكن لكم المرحلة الثانية المرحلة الثانية ديال هاد هاد طريقة يمكن لكم الديروغي زيت الزيتون كيف ما يمكن لكم أنكم تزيدوا تلك الشحمة ديال الغنمي ولا البقري المهم أنا كان نلبسه جوج مرات بدوك الدهنيات اللي اللي استعملت المرة اللولة وكن خليه نشف والمرة الثانية وصاف وكي نشف ومن بعد منها راه كيمكن لي أنني نستعمل الطاجين ديالي عادي ونطيب به بطريقة عادية يعني وكيف ما قلت لكم هاد طريقة رها مجربة مئة في المئة ومستعملتها جحمة مرة وش أوعى وعليش لا تمني سأل زي ما قلت نشاركها معكم باش نستفدوا جميع لأن بزمت الناس كنشوفهم كيتشكهم بأن الرائحة ديال الطاجين ديالهم مع المودة ما كسبقاش زوينة وفي نفس الوقت ضغية كيتشقق لهم هنا يشأل ركت معكم هاد طريقة كنتمنى هاتنال الإعجاب ديالكم تشاركوها مع الأصدقاء ديالكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتخلي بليلي كومنتين رك يعجبوني كنقرأهم كاملين وكنجابكم عليهم كاملين نتمنى طريقة تنال إعجاب ديالكم ما بقى ليه إلا نقول لكم سلام عليكم إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله وكيب قطاجين هذا هو شكل دياله النهائي صراحة الفكرة كنتمنى أنها تنال إعجاب ديالكم سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر